السلام عليكم ورحمة الله من أخبار ورع الناس بعضهم عن أموال بعض أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى استأجر دابة إلى عمان فبينما هو يسير إذ سقط صوته فنزل عن الدابة وربطها وذهب راجلا فأخذ الصوت فقال له بعضهم معاتبة لو حولت رأس دابتك فأخذت الصوت فقال إنما استأجرتها لتذهب ولم أستأجرها لترجع والسلام عليكم ورحمة الله